موسيقى نشرة التاسعة بتوقيت جرينيتش من قناة الحرة في واشنطن البداية بأبرز العنوان المعارضة في تونس تتهم وزير الداخلية بالكذب وعدم الحياد حيال قضية ما يعرف بالغرفة السوداء الرجل القوي في شرق ليبيا خالف حفتر يبحث في بنغازي مع أعيان قبائل وحكماء ونشطاء في الجفرة وسبها أوضع الجنوب وتأمينه رئيس الحكومة الإسبانية في الرباط لبحث قضية الهجرة غير النظامية والإرهاب وإمكانية تنظيم مشترك لكأس العالم 2030 استئناف المعارك بين الحوثيين وقوات التحالف بقيادة السعودية في الحديدة وبريطانيا توزع مشروع قرار على مجلس الأمن من أجل هدنة فورية في اليمن أهلا بكم معكم رؤوف جربي أكد وزير الداخلية تونسي هشام الفوراتي وجود وثائق محجوزة لدى وزارته متعلقة بما يعرف بقضية الغرفة السوداء وأضاف الفوراتي خلال جلسة استماع في البرلمان أن القضاء حجزت جميع تلك الوثائق وهي محل تحقيق وكانت هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضين شكر بلعيد ومحمد البرامي في العام 2013 قد أثارت ما يعرف بقضية الغرفة السوداء بوزارة الداخلية والتي قالت الهيئة إنها تحتوي على وثائق تثبت وجود موصفته بجهاز سري تابع لحركة النهضة قد يكون متورطا في اغتيال بلعيد والبرامي ليست غرفة سوداء بل هو مكتب في وزارة الداخلية يحتوي على جزء من أرشيف الوزارة هذا ما أعلنه وزير الداخلية هشام الفوراتي الذي حاول خلال جلسة الاستماع إليه في البرلمان دفع التهمة التي تقول إن وزارة الداخلية تتكتم على وجود كميات هامة من الوثائق تم حجزها عند شخص يصف بأنه قائد الجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية قبل خمس سنوات وزارة الداخلية لم تنفي بتاتا وجود محجوز لديها على ظمة القضاء وإنما تنفي صحة توصيف المكان المؤمن به المحجوز بما سمي بالغرفة السوداء اعتباراً لما قد يوحي به هذا التوصيف من أن مكان الحجز وكأنه غير تابع لوزارة الداخلية وغير معلول رد القوى التي تتهم وزارة الداخلية بالتكتم عن وثائقات دين حركة النهضة الإسلامية لم يتأخر ولم يكتفي بتكذب ما ورد على لسان وزير الداخلية بل اتهمته قيادة الجبهة الشعبية المعارضة بالتواطئ ليس فقط لم يبدو مقنعاً بل أثبت أنه منحاز وغير محايد وخان ذميره وخبأ معلومات وتعمد مغالطتنا في الحديث عن المحجوز لم يكن رد وزير الداخلية مقنعاً في نظر من يتهمون حركة النهضة الإسلامية بامتلاك جهاز سري وكذلك في حديثه عما سمي بالغرفة السوداء التي تحتكم على أسرار أختار قضيتي اغتيال في تاريخ البلاد وصول الجدل فيما عرف بقضية الغرفة السوداء إلى البرلمان استبقته حملة إعلامية أطلقتها هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال المعارضين محمد البرهم والشكر بلعيد الذين تمت تصفيتهما من قبل مسلحين عام 2013 لذتوجه هيئة الدفاع وبعض القوى السياسية حينها بأصابع الاتهام لحركة النهضة أما المعطيات الجديدة التي كشفتها الهيئة فتتعلق بوجود دلائل على امتلاك النهضة لجهاز سري يقوده شخص يدعى مصطفى خذر قد يكون على صلة بتصفية المعارضين قبل خمس سنوات وفق هيئة الدفاع توجه سيد قاضي التحقيق الوزارة الداخلية ومعينته للغرفة وحجزه للوثائق ورفعه كان بناء على طلب من هيئة الدفاع وأثبتنا له بالوثائق وجود معطيات تهم الغتيالات السياسية تهم تحديدا ملف الشهيد البرهمي بما أنه متعهد بالملف الشهيد البرهمي وأيضا هناك معطيات تهم ملف الشهيد بالعيد حركة النهضة من جانبها قالت إن الاتهامات الموجهة إليها هي محظو افتراع وصفة بن يقف وراءها بالخصوم السياسيين الذين يعتمدون وسائل غير ديمقراطية للرد على تفوق حركتهم في المشهد السياسي الناس هم مش قبلين النهضة مش قبلين موقعها مش قبلين صليق الاختراع ما يحبوش يحتكمون صليق الاختراع هذا السياسة نحتكم صليق الاختراع ونترك القضاء يخدم لله روح والأمن يخدم لله روح وذي كان ثم أهنأ أحرص الناس على كشف الحقيقة نحبونا أعرف الحقيقة أهنأ متذرين تدعية التراشق بالاتهامات بين حركة النهضة وقوى سياسية أخرى حول ما يتعلق بقضية الجهاز السري والاغتيالات السياسية يقدر مراقبون أنها ستتصاعد كلما اقترب موعد الانتخابات المنتظرة نهاية العام المقبل توفيق العياشي الحرة تونس معنا من تونس الآن مرسلنا توفيق العياشي مساء الخير توفيق إذن جدل كبير حول وجود هذه الغرفة من عدمها وماذا تحويه ماذا يحدث بالضبط في تونس حول هذه القضية فعلا رؤوف اليوم كانت جلسة ساخنة وصاخبة تحت قبة البرلمان والجدل بين المعارضة وتحديدا بين الجبهة الشعبية التي ينتمي إليها المعارضان شكري بلعيد ومحمد الابراهمي الذين قتل عام 2013 من جهة وبين وزير الداخلية هشام الفوراتي يسانده في الرأي ويدعمه في الموقف كتلة حركة النهضة الإسلامية التي وجهت إليها الاتهامات بأنها تحتكم على جهاز سري وأن الغرفة السوداء الموجودة في وزارة الداخلية قد تحتوي على وثائق تثبت هذا المسعى الذي تريد إثباته هيئة الدفاع في قضية كل من بلعيد والبرامي في الحقيقة اليوم الجبهة الشعبية قيادات الجبهة الشعبية كذبت كل ما قاله وزير الداخلية هي شككت في أن الوزير ربما كان يراوغ لأنه لم يعترف منذ البداية بوجود ما سمي بالغرفة السوداء ولكنه اليوم أقر أمام البرلمان بوجود مجموعة من الوثائق تهم هذه القضية وبالتالي هذا بداية الاعتراف فضلا عما اعترف به وزير العدل اليوم كذلك في الجلسة ذاتها من وجود الشخص الذي يدعى مصطفى خذر والذي تتهمه هيئة الدفاع بأنه هو من يقود الجهاز السري لحركة النهضة وجوده في السجن وقد تلقى تهديدات بالقتل وأن مصالح السجن توفر له الحماية من محاولة القتل التي يتعرض إليها جميع هذه المعطيات ربما رؤوف جعلت هناك تجاذب بين الأطراف لكن ماذا تنوي هيئة الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد البرامي فعلا في ظل هذا الجدل وهذا التصادم في التوصيف حتى نعم فعلا رؤوف قد أكون استبقت سؤالك هيئة الدفاع عن في قضية اغتيال شكري بالعيد ومحمد البرامي قالت اليوم أن كل ما ورد في كلام وزير الداخلية كما قلت هو محظ مراوغة وبالتالي لوحت بتسريب عديد الوثائق التي قالت أنها من داخل الغرفة السوداء وهي تحتوي ربما هيئة الدفاع لها نسخ من هذه الوثائق وقد لوحت بكشفها إلى الرأي العام وأن هذه الوثائق ربما تثبت ما ذهبت إليه الهيئة في وجود جهاز سري فعلي تابعا لحركة النهضة يقوده مصطفى خذر من بين هذه الوثائق رؤوف هي بالفعل ما كشفت عنه الهيئة فعلا قبل شهر وهي وثائق تدل على أن هذا الشخص الذي يدعى مصطفى خذر كان شخصا نافذا في وزارة الداخلية كان يحتكم على علاقات بمسؤولي كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية كان حتى هو يرد على المراسلات وزير الداخلية أنذاك علي العريض وهو الذي يدير بريده الإلكتروني هذا ما قالته هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبرامي وبالتالي فقد لوحت الهيئة أولا بالكشف عن هذه الوثائق وتسريبها إلى الأعلام إذا لم يتخذ المنحة القضائي ربما منحا في اتجاه كشف الحقيقة ثانيا هي قد تلوح بتدويل القضية إذا ما بت القضاء التونسي في هذه القضية ولم يقنع ربما الموقف أو التحقيق الجاري الآن في القضاء نتائجه لم تقنع هيئة الدفاع والقوى السياسية التي تتهم حركة النهضة القضية الآن بيد القطب القضاء لمكافحة الإرهاب ويتم التحقيق فيها بعد أن قام قاضي التحقيق بحجز جميع الوثائق التي تحدث عنها اليوم وزير الداخلية ويتم ربما فحص هذه الوثائق وإحالتها على التحقيق وربما تحليل معطياتها لتبين ما إن كانت الاتهامات التي وجهت هيئة الدفاع السليمة أو أنها ربما تكون واهية نعم نعم تفق العياشي لو سمحت في سؤال أخير فقط وبإجازة ذكرت في التقرير أن الأمر قد يتصاعد بالنظر إلى الاستحقاق الرئاسي القادم الذي تنتظره تونس العام الداخل ماذا تعني؟ من هي الأطراف التي يمكن أن تستثمر أكثر في هذه القضية؟ فعلا الآن ربما التجاذب السياسي على أشده خصوم حركة النهضة يريدون أن يثبتوا أن هذه الحركة ليست حركة مدنية وأنها ربما هي حركة تحتكم على جهاز سري وهي حركة لم تقطع مع الجهاز الخاص ولم تقطع مع ربما موروثها أو أدبيتها الدينية ربما أو ماضيها الذي يشوبه بعض ممارسات العنف ومن ناحية أخرى في المقابل حركة النهضة تقول أن خصومها يستغلون هذا الملف لربما للتقليل من شعبيتها ولأنهم عجزوا ربما على هزمها بأليات الديمقراطية فهم يريدون تشويه صورتها قبل موعد الانتخابات القادمة في العام 2019 إذن هذا الملف كما يقول المراقبون لا يزال يتفاعل وهو ورقة انتخابية سواء في يد خصوم حركة النهضة أو في يد حركة النهضة إذا ما أثبتت فعلا أنها الإدعاءات التي قدمتها هيئة الدفاع وكذلك خصومها هي إدعاءات واهية والهدف منها هو مجرد تشويه الحركة نعم رو نعم تفيق لاياش مرسولا من تونس شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات في ليبيا الآن أفد بيان صادر عن مكتب خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا أنه التقى في بنغازي مؤخرا وفدا من أعيان قبائل وحكماء ونشطة منطقة الجفرة ومحيطها إضافة لأعيان ومشيخ قبائل المحاميد في سبها وضواحيها لمناقشة أوضاع الجنوب وتأمينه معنا من طرابلوس عبر سكايب مرسل أصوات مغربية محمود رفيدة مسأل خير محمود إذن الكشف عن هذه اللقاءات في هذا الوقت بالذات هل هي بمثابة هجوم معاكس لحفتر على مساعي الحكومة المؤقتة لبعض التحركات في هذه المنطقة أم أنه استمرار لمساعي حفتر في جذب هؤلاء القبائل ولفهم من حولها مسأل نور رؤوف بتأكيد هذه الاجتماعات المتكررة والتي جاءت بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدها الجنوب الليبي عقب سيطرة مجموعات وتشكيلات وجماعات إفريقية تنتمي إلى المعارضة الشادية والسودانية على مناطق جغرافية في الجنوب الليبي وأيضا اعتدائها على السكان هناك هذه الاجتماعات المتكررة سواء للرجل القوي في الشرق الليبي الجنرال خليفة حفتر أو لرئيس حكومة الوفاق الوطني يسعى من خلالها الطرفان إلى حشد أكبر كمية من الدعم من القبائل أو من الحكماء والوجهاء داخل هذه المدن الذين يسيطرون على مناطق جنوب ليبيا ووسط ليبيا التي تقع فيها منطقة الجفرة الاستراتيجية الهامة والتي تقع بها قاعدة جوية والتي سيطر عليها الجنرال حفتر منذ يوليو في العام الماضي نعم محمود في هذه الحالة كانت هناك العديد من ربما الاضطرابات والمواجهات حتى بين القبائل نفسها ممن تميل لحكومة الوفاق وممن تميل لكفة حفتر هل هناك من تحركات جديدة لإطلاق صلح مثلا بين هذه القبائل؟ خبراء ومحللون عسكريون يصفون بأن خطوات تجميع الجنوب الليبي هي معقدة جدا نظرا لوجود مجموعة من القبائل التي تسيطر على مناطق كبيرة داخل الجنوب الليبي وهي منذ فترة متنافسة ولكن هناك تهدئة وقعت عليها الأطراف المتنازعة والقبائل الموجودة في الجنوب الليبي مثل التابو والطوارق وأيضا قبائل أولاد السليمان والحساونة وغيرها من قبائل الجنوب الليبي التي تعتبر هي المسيطرة فعليا على مناطق الجنوب حفتر الجنرال حفتر يسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى بعث رسالة بحسب خبراء عسكريين أن الجنوب الليبي يقع تحت سيطرته وليس تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني وفي الواقع كما يقول المراقبون وخبراء ومحللون عسكريون أن الجنوب الليبي يحتاج إلى قوة كبيرة للسيطرة عليه نظرا لاتساع الرقعة الجغرافية في هذه المدن والمساحات الساشعة التي يستغلها سواء تنظيمات متشددة للهجوم على المدن الليبية أو تشكيلات من المعارضة الشادية والمعارضة السودانية أو حتى تشكيلات أخرى هي ليست منضمة لحكومة الوفاق الوطني وليست منضمة إلى الجنرال خليفة حفتر محمود رفيد مرسل كنت من عبر خدمة سكايب من ليبيا شكرا جزيلا لك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة العقوبات على ليبيا المنبثقة على مجلس الأمن الدولي عقوبات على قائد مجموعة مسلحة ليبيا يدعى صلاح بادي وكان بادي قد أمر في أغسطس الماضي بعمل عسكري ضد مجموعة مسلحة أخرى تقف إلى جانب حكومة الوفاق الوطني ولعبت دورا محوريا في تقويض السلام والاستقرار في ليبيا منذ العام 2014 كما قام بإعطايا وامر بإطلاق السواريخ على مناطق مأهولة بالسكان ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية بحث رئيسه والحكومة الإسبانية بيدرو السانشاز مع مسؤولين المغاربة في الرباط مسألتي الهجرة غير النظامية والإرهاب كما عرض السانشاز على المسؤولين المغاربة تقدم البلدين ومعهما البرتغال بلف مشترك للترشح لاستضافة نهائية كأس العالم لكرة القدم لعام 2030 وأوضح السانشاز في تصريحات عقب لقائه في الرباط بالملك محمد السادس أنه عرض هذا المقترح بداية على نظره سعد الدين العثماني قبل أن يبحثه مع العهل المغربي محمد السادس من الرباط ينضم إلينا مرسلنا عبد الحي البقالي مساء الخير عبد الحي إذن بغض النظر سنعود إليها في النقاش فيما بعد لكن دعنا نبدأ من هذا المستجد الذي يتحدث عن ملف مشترك تقدمه إسبانيا والمغرب والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030 نعم بالفعل هذا المقترح وهذا الخبر أول من أتراه وهي صحيفة البيس الإسبانية هذا اليوم حين قالت بأن الرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو شانشيز اقترح على نظره المغربي سعد الدين العثماني تقديم ملف مشترك للمونديال القادم هذا الاقتراح صراحة أنه لم يثار بشكل كبير في الندوة الصحفية التي حضرناها جميعا التي ركزت على الإرهاب وقضية الهجرة إلى غير ذلك سنعود إلى هذا الموضوع ولكن هذا الموضوع ربما كان طي الكتمان ولم يتم الكشف عنه كثيرا إلا أن هذه البادلة سواء كانت حديثة العهد الآن أم أنه كان الحديث عنها من قبل ما بين المغرب وإسبانيا فإن الأوسط الرياضية والأوسط السياسية رحبت بها إلى حد كبير باعتبر أن الآن أي ملف مشترك ما بين دول فيما يخص تنظيم المونديال أصبح مطلوبا لدى الفيفا وأصبحت هذه الملفات تحضى باهتمام كبير وبدعم كبير من طرف الفيفا ولذلك فالمغرب أعتقد أنه لن يدخل جهدا في الاندمام إلى هذا التكتل الرياضي إذا انصح التعبير مع إسبانيا والبرتغال لأن إسبانيا لها تجربة سابقة في هذا المجال كما أن البرتغال لها فرق كبيرة ولها باع طويل في مجال الكرة القدم المغرب يريد أن يستفيد ويريد أن يكون مدعوما بهذه الدول حتى يمكن أن يحرز على هذه البطاقة التي طال انتظاره دول التي انضمت كأس العالم نعم طبيعة الحال لأن المغرب قدم خمس مرات ولكنه لم يستطع الوصول إلى هذا الشرف ولكنه ما زال مسترا على كون أن هذه الورقة وتنظيم المونديال سوف يكون من حظه ربما في سنوات قادمة ولكنه يختار طريق الأقصر والأحسن أن ينضم إلى إسبانيا والبرتغال إذا كان هذا المقترح بالفعل أنه موجود الآن على طويل النقاش وأنه اتفاق قد تمه لكن المغرب حسب ما وصلنا رغم الحديث عن مساعل أبنى استعدادا لذلك نعم رغم الحديث عن مساعل لتنظيم مونديال مشترك ما بين دول شمال إفريقيا بين ضمام الجزائر وتونس لهذا المسأل على كل أن نعود ربما إلى أبرز ما حملته الندوة الصحفية المشتركة ومشاكل الهجرة غير النظامية ومكفحة الإرهاب ما الجديد في هذين الموضوعين يعني المتتبع للعلاقات الإسبانية المغربية هي أعلم بأن استراتيجية العلاقات المغربية الإسبانية ترتكز على شيئين مهمين على قطب اقتصادي وقطب أمني ففي القطب الأمني وهو الذي كان مهمي على هذه النقاشات أثرت قضية الهجرة غير الشرعية وكيفية معالجة هذه القضية من الناحية الأمنية ولكن أيضا أقول من الناحية الإنسانية والاقتصادية والتنموية وكأن الطرفان معنا الإسباني والمغرب اليوم كان يصابقان الزمن يعني ويصابقان الفكرة التي مطروحة التي ستطرح في مؤتمر القادم في دجنبرا القادم المؤتمر الأممي للهجرة لأن هذا المؤتمر تسرب عنه أنه يحاول ما أمكن أن يجد سبلا جديدة وطرقا جديدة لمعالجة هذه الهجرة إسبانيا إلى حد قريب إلى زمان قريب كانت تعالج القضية مع المغرب على مستوى أمني أكثر فهي تريد من المغرب حسب المحللين أن يكون دركيا لإسبانيا ولأوروبا فيما يخص قضية الهجرة ولكن المغرب لطالما رفض هذه القضية حتى وإن كانت هناك مساعدات مالية لحجم هؤلاء أو لإيقاف هؤلاء المهاجرين في المغرب فهو يقول المغرب له استراتيجية خاصة أنه فتح الباب لهؤلاء المهاجرين فيما سبق ومنح كثير منهم يعني البطاقات الإقامة وحاول تسوية أوضاع البعض وسمح لهم بالدخول إلى سوق الشغل ولكن المغرب يشارط كذلك على إسبانيا أن تكون مسؤولة في هذا الملف لأن هذا الملف كما يقول المغاربة وقال عثمان اليوم بأن هذا الملف ليس مغربيا ولا إسبانيا وإنما هو ملف دولي يجب أن يعالج في قالب دولي ما بين إسبانيا والمغرب صحيح أن هناك تعاون معلوماتي لاستخباراتي أمني ولكن لا يجب أن يكون على حساب هذين الطرفين باعتبار أن إسبانيا في الشمال والمغرب في الجنوب يعني الشركان في وجودهما داخل حوض البحر الأبيل المتوسط وأن المغرب يعني هو معبر مهم بالنسبة لهؤلاء اللي هم فريقا نعم عبد الحي البقالي هناك قضية أخرى وهي الجنب الاقتصادي تفضل تفضل لو سمحت باقتصادي هناك الجنب نعم بسرعة وهناك الجنب الاقتصادي فإسبانيا الآن تحاول ما أمكن الدخول الجنب إلى الجنب وفي عراق مع في داخل السوق المغربي الاقتصاد المغربية لأن فرنسا دخلت باستثمارات كبيرة وإسبانيا تراهن على المغرب بفتح السوق المغربية والدخول إلى السوق المغربية بكثرة عبر استثمارات ويمكن أن نعالج هذه المسألة على مستوى يعني أعلى في لقاءات قادمة بين الإسبان والمغاربة عبر اللجنة المشتركة العلية نعم أبد الحي البقالي مرسلنا من الرباط شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات نبقى في المغرب وعلى علاقة بالتطورات الاجتماعية وارتباطها بالرياضة حيث انتشر مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي نشيد لأنصار فريق الرجاء البيضاوي المغربي بعنوان في بلاد ظلموني النشيد صار عنوانا ويرى البعض أنه يختزل هموم ومطالب الشعب المغربي فيما يرى آخرون أنه استغل خارج نطاقه لأغراض سياسية موسيقى أعلن رئيس الوزراء الفرنسية دورفيريب عن عزم بلاده زيادة جذب الطلب الأجانب إلى الجامعات الفرنسية ضمن خطة تتضمن رفع رسوم التسجيل في مدارس وجامعات فرنسا ووفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية فإن هذا القرار قد يؤثر على الطلبة المغاربة في فرنسا وأوضحت الوكالة أن المغرب والتونس والجزائر يتصدرون قائمة عشر دول أفريقية من حيث عدد الطلبة الأجانب في فرنسا وأوضحت أن رسوم التسجيل سترتفع من 170 إلى 2770 يورو للباكالوريوس ومن 243 إلى 3770 يورو للماجستر والدكتورة تحت شعار مواجهة إفريقيا لأزمة الهجرة انطلقت في الجزائر أعمالوا الدورة الثانية للمؤتمر الدولي الثاني للمنظمات الإفريقية أعضاء منظمة الأمم المتحدة البيئية المؤتمر يتطرق بالأساس إلى قضية الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهة هذه الظاهرة إفريقيا جاءت للتسول هكدت قل فاطمة وهي واحدة من مجموعة الأطفال الأفريق الذين لا تتجاوز سنهم العاشرة أطفال يتم التكفل بهم حاليا في مركز المساعدة الاجتماعية بعالي العاصمة الجزارية بعدما كشفت التحريات الأمنية الجزائرية عن استغلالهم للتسول من قبل شبكات الاتجار بالبشر وصول كثيف للأطفال النجيريين المختصين في مهنة التسول وبعض التحريات اللي قمناها لاحظنا أن فيه يعني عصابات إجرامية اللي هي تحولها وتشريها على مستوى نيامي على مستوى أقادس ودولة الجزائرية من جلب الإنساني خذت كل إجراءات باش تحميهم وتوفر لهم كل العناية الصحية والحماية الهجرة غير الشرعية والإشراك المجتمع المدني والهيئات الشبانية والفاعلين السياسيين في الدول الإفريقية في مواجهة الظاهرة كان محور هذا اللقاء الدولي للمنظمات الإفريقية غير الحكومية في العاصمة الجزارية حيث أكد المشاركون أهمية التنمية والحكم في البلدان الإفريقية من أجل الحد من تفاقم الظاهرة يجب أن نضع الإمكانيات اللازمة لتمكين المجتمع المدني من أن ينفذ مشروعه التطويري نطلب مساعدة تساوي 50 مليون يورو لنستطيع بداية من 2019 إلى 2024 مساعدة بعض الشباب الأفارقة لتحقيق مشاريعهم وتبقى الحروب والإضطرابات والبطالة والفقر وغياب العدالة وعدم تكافؤ الفرص والعنف عوامل تسهم بشكل كبير في ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمكن الحكم الواحد فحكم تشاوري واستعمال قدرات العلمية تحاد الجيل الجديد في إفريقيا لابد اندماجه في السياسة العامة لتنمية إفريقيا وتشير إحصاءات لهاءات غير حكومية إلى تجوز سكان القارة الإفريقية مليار وثلاثمائة مليون نسمة خلال العام 2020 أرقام تضع حكومة الدول الإفريقية في مواجهة تحديات كبيرة أمام مواطنها وأيضا في معالجة الأزمات التي تعصف بالقارة الصمرة التنمية المستدامة والحد من النزعات وبؤر الفقر أدحت ضرورة ملحية برأي الفاعلين الأفريق لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية محمد رادع الحرة الجزائر بعد قليل في التسعب توقيت غريريش هوك يؤكد أن حملة الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني ستستمر إلى أن يغير سلوكه وفي التسعب توقيت غريريش أيضا اعتقال رئيس مجلس إدارة مجموعة نيسان لتصنيع السيارات كارلوس خوز في توكيو بتهم ارتكاب مخالفات المالية أهلا بكم من جديد اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك أن العقوبات التي أعادت إدارة رئيس ترامب فرضها للنظام الإيراني ستعيق عملياته في المنطقة وضف في مقابلات خاصة مع الحران العقوبات يدت إلى فقدان طهران ما يعادل الملياري دولار من العائدات النفطية مشيرا إلى أن حملة الضغوط الاقتصادية القصوى على النظام ستستمر إلى أن يغير سلوكه أشار هوك إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى التهديد بإغلاق مضيق هرمز على اعتبار أنه عدوان بحري واضحا أن واشنطن تعمل مع شركائها للضمن أمن المضيق واستمرار حرية الملاحة الدولية عبره أوقفت سلطة اليابانية رئيس مجلس إدارة مجموعة نيسان لتصنيع السيارات كارلوس غانسن في توكيو بعد ثبوت قيامه بمخالفات مالية كبيرة من جانبها قالت المجموعة أنها ستقوم بإيقالة غوصن الذي يقود التحالف بين شركات نيسان ورونو وميتشو بيشي أعلنت السلطات اليابانية أنها قامت بإيقاف رئيس مجلس إدارة مجموعة نيسان لتصنيع السيارات كارلوس غوصن في توكيو بشبهة مخالفات مالية وأكدت وسائل إعلام يابانية توقف غوصن بعد أن استجوبه المدعون اليابانيون بشأن عدد من المخالفات منها إخفاء قسم من عائداته لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى استخدام الشخصي لممتلكة الشركة وعلى الفور تحركت مجموعة نيسان وقالت أنها كانت تقوم بتحقيقات حول تجاوزات غوصن منذ أشهر وأنها ستقترح على مجلس الإدارة إقالته من منصبه سريعا هذا الأمر غير مقبول وحسب الخبراء فن التجاوزات مهمة إلى درجة أنه لا يمكن تجاهلها نحن نشعر بالأسف والغضب وخيبة الأمل النقطة السلبية التي كانت هي أن جميع الصلاحيات كانت في يد شخص واحد هو غوصن وكان لنبأ توقيف غوصن وقع الصدمة في قطاع صناعة السيارات حيث يعد شخصية مهيمة وينسب له النجاح في إعادة هيكلة العديد من كبار مصنعي السيارات ويترأس تحالفا يضم نيسان ورونو وميتسوبيتشي ولأن الحكومة الفرنسية لها أسهم في شركة رونو أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن باريس ستكون بغاية الحرس على استقرار التحالف والمجموعة بعد إيقاف غوصن من المبكر التعليق على التهم لكن الدولة الفرنسية كمساهم سوف تكون حريصة على استقرار التحالف وعلى استقرار مجموعة رونو والحفاظ على الوظائف فيها ويشتهر غوصن البالغ من العمر 64 عاما والمولود في البرازيل بإعادة هيكلة رونو ونيسان منذ تسعينات القرن الماضي كما أنه من الشخصيات المعروفة جدا في اليابان وهم مدافع كبير عن قطاع السيارات هناك معي الآن الزميل كريم حجوج من أصوات المغاربية للحديث عن تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع آخر الأخبار مساء الخير كريم أهلا بك مساء النور رأوف مرحبا البداية من تونس والمشكلة التي اضطف إلى السطح مع إعلان وزراء السابقين عن محاكمة متابعة رئيس حركة النهضة قضائية نعم هذا هو الخبر البارز في المشهد السياسي والحزبي التونسي ثلاثة أو أربع وزراء في تونس سابقون طبعا يقررون مقاضات رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي على خلفي التصريحات الأخيرة التي أطلقها يوم السبط الفارق في البرلمان عندما قال وهو يتحدث طبعا عن تحوير الحكومي أو الوزاري الذي شهدته تونس مؤخرا قال أن حركة النهضة وظفت حق الفيتو من أجل إزاحة مجموعة من الوزراء السابقين طبعا لا يصلحون لمناصبهم وقال أن ذلك دخل في إطار مكافحة ومحاربة الفساد طبعا هذا التصريح لم يعجب بعض الوزراء الذين تمت تنحيتهم شعروا بالإساءة المباشرة حسب تعبيراتهم فقرروا اللجوء إلى القضاء وطبعا هذا الموضوع أطار جملة من التفاعلات وردود الأفعال والتعليقات أيضا كتب حكيم معلقا على هذا الحدث كان على الغنوشي ذكر الوزراء الفاسدين بالإسم وعلق ريضا على الموضوع اسمعوا كافة خطابات الغنوشي منذ عشرين سنة إلى الآن لا مبادئ ولا أهداف ولا منهجية ولا رؤية ولا خطط كل خطاب ينفي ما قبله وكل خطاب يناقض ما بعده نعم تعليقا على هذا الموضوع طبعا ويبدو أنها قضية لن تتوقف عند هذا الحدث وستكون متابعة بالطبع على قناة الحرة لهذه المواضيع موضوع آخر ربما نعم موضوع آخر لدينا قصة بالفيديو من المغرب لشاب فنان شاب مغربي من المغرب يعني يصنع يبتكر مجسامات فنية يعني تتضمن رسائل إنسانية وسياسية تعبيرا طبعا على العلاقات ويعني الجديد في العلاقات ما بين المغرب والجزائر يوجه رسائل إلى الجزائريين نشاهدوا كصة عبد الله كمغربي وعندو هاوية مغربية وتعالفة مغربية بأننا إحنا بلد متسامح ودوها المساج اللي بيتموصل إخواني للجزائر مريش واحد للطروف يعني معاناة شمال مع المرض ما جوزتها والحمد لله وعندي مسيرة يلا بدأها من ديل الفن وكنت منتنا الإعجاب بعض الناس أعمال لي كنتمتل لي الحرية كنتمتل لي السلام كنتمتل لي السابت الحويش بعض الأشخاص يجري في دمائهم للفن وهم لا يشعرون يعني هذه المناسبة كانوا في جهد بعض الناس اللي عندهم معانات وعندهم أزامات نفسية يعني خصونا بحثوا على أداجهم في الفن لأنه عبقوا كتار من شي حاجة أخرى جميل في الإبداعات ديالي أنني كنصافر بها يعني كنقدر نصافر بفرنسا نصايب لأطانيا في المشال نقدر نصافر المشال لحديقة الحياة نقدر نصايب حماما نصايب عود أهم حاجة ديالي وأهداف ديالي هي أنني مثل المغرب في الملتقى الدولية وعالمية فيديو جميل جداً الفن غذاء الروح كريم ورسالة سلام وأخوة نعم خاصة في درف الراهن وما تعرفوا العلاقات الجزائرية المغربية طبعاً القصة أثارت أيضاً مجموعة من تعليقات في صفحة أصوات مغربية في فيسبوك كتبها نور الدين معلقاً على هذه القصة وهو من الجزائر كما قال من الجزائر شكراً لك الله هدي حكامنا لفتح الحدود وعلق أتمان يمكننا صنع الفرجة والبهجة بسلك معدني بدل وضع حاجز بين شعبين شقيقين نعم رسالة جميلة جداً شكراً لك كريم لهذه الجولة في السوشال ميديا إذن للمزيد مشاهدنا من الأخبار والمواضيع حول المنطقة المغربية يمكنكم دائماً الإطلاع على موقع أصوات مغربية وللمشاركة بأرائكم واختراحاتكم يمكنكم متابعة صفحة أصوات مغربية على الفيسبوك وبقي منصات التواصل الاجتماعي الأخرى أثار إعلان تلفزيوني في مصر غضب الأطباء الذين اعتبروه مسيئاً ومتجاهلاً لإسهامهم في خدمة المجتمع رغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها الإعلان الذي أعدته هيئة الرقابة الإدارية يظهر طبيباً يسرق عضواً من مريض أثناء عملية جراحية وتقول الهيئة إنها أرادت من الإعلان توعية الناس بحالة الغش والسرقات التي تملأ مؤسسات الدولة وحثهم على المشاركة في محاربتها باهتمام يتابع وكيل نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي تدعيات إعلان تلفزيوني يراه هو وكثير من الأطباء تشويهاً لصورتهم الإعلان كان ضمن حملة دعائية للرقابة الإدارية تسلط الضوء على السلوكيات الفاسدة من أجل محاربتها لكن نقابة الأطباء قررت اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الإعلان تكليف المستشار القانوني للنقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف الإعلان ورفع عضية ضد الإعلان هذا الإعلان إعلان مسيء جداً جداً وأثار غضبنا بشكل شديد وغضب جمعة الأطباء في مصر لأنه إعلان أولاً خاطئ تماماً مش حاجة اسمها سرقة كلاً خالص ده فولكلور يعني هما كان يجب اللي حط الإعلان ده يستشير حد فني حالة الجدل المتكرر حول تناول الدراما أو إعلانات التوعية لمهن بعينها بالانتقاد دفعتنا لرصد أراء المختصين حول الأمر فترى الدكتورة داليا عبد الله أستاذ الإعلام حالة الجدل هذه بشكل مختلف لو إحنا بصنا للإعلان هنجد أنها ما كانتش بتقول كل الأطباء مثلاً لا ده هي بتقول أن ممكن جزء أو جزء قليل من الأطباء مثلاً يتجاوز في مهنته أين كان نوع هذا التجاوز إحنا عشان نبدأ بالإصلاح يبقى لازم نواجه السلبيات اللي عندنا ونحاول أن نكافح هذه السلبيات الصحفية الاستقصائية هدى زكريا عملت عن قرب في تحقيق رصد ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية في مصر وتابعت وقائع أخرى أبرزها قضية شهيرة حكم فيها نحو أربعين شخصاً بين أطباء وممرضين ووسطاء التحقيق برضو اللي أنا أجريته اللي بيتزمن في نفس التوقيت تقريباً ديسمبر 2016 رصدت فيه عن قرب الشبكة دي بتداري أو بيزنس الإتجار بالأعضاء بيداري إزاي في مصر وأثبت تورط أطباء بالفعل عندنا برضو تقرير منظمة صحة العالمية أن مصر بتحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والثالثة على مستوى العالم في تجارة الأعضاء وعندنا برضو تقرير منظمة كافس دي منظمة معنية بمكافحة الإتجار بالبشر بتقول أن بيجرى في مصر حوالي 7000 عملية سنوياً القانون المصري يجرم عمليات نقل وزراعة الأعضاء بمقابل مادي ويعاقب بالسجن المشدد من أجرى أو ساعد في إجراء عمليات نقل أو زراعة أعضاء وبالسجن المؤبد إذا تسبب ذلك في وفاة من خضع لمثل هذه العمليات هاشم مناع الحرة القاهرة بدأت في العاصمة الإماراتية بوظبي فعالية ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات ويبحث الملتقى الذي يتخذ من كرامة الأطفال على الإنترنت شعاراً لأعماله سبل مواجهة مخاطر تعرض الأطفال لانتهاكات وجرائم على شبكة الإنترنت ويحضر فعاليات الملتقى عدد من القادة السياسيين والدينيين من دول مختلفة نداء استغاثة إلى الضمير الإنساني العالمي للوقوف بوجه أشكال الإساءة واستغلال الأطفال عبر الإنترنت النداء أطلقه تحالف الأديان لأمن المجتمعات في مهمة مشتركة تجمع شخصيات من ديانات مختلفة ومسؤولين رسميين غالبية الدول والمنظمات والهيئات تعمل لتحفظ الحقوق وتحمي النفوس لكن هذا لن يكتمل إلا بوقوفكم أنتم ممثل الأديان والعقائد والنهج الإنساني سهولة الدخول للشبكة العنكبوتية أوضحت حجم الخطر المحدق بالطفولة في يومها العالمي المتزامن مع انعقاد هذا الملتقى حيث كشف النقاب عن نتائج استبيان لمهمة العدالة العالمية خلال العام السابق بأن نسبة 24% من الحالات تم استغلالهم جنسيا من طرف الأهالي وهي نسبة غاية في الخطورة حسب المتحدثين هذا فيما وقع الملايين من الأطفال ضحايا للتجار بالبشر واستخدامهم في النزاعات المسلحة نرى وباء العنف الجنسي ضد الأطفال الذين يستغلون على الانترنت وكل مواقع التواصل الاجتماعي لمن يستخدمونها كل يوم والأمر صعب لأننا لا نستطيع أن نبقى بعيدا عن العالم الرقمي دعوات لزيادة وعي الأهالي والهيئة المجتمعية وقادة الأديان على وجه الخصوص بالخطر الداهم من منصات العالم الرقمي ومطالب بأن يكون للنقاشات هذه مخرجات مهمة تنقذ ما يمكن إنقاذه واستقوة الاتصال والثورة التكنولوجية التي بعدت المسافة بين الطفل وواجب حمايته ووجهت رسالة قوية لكل ممثلين الأديان بأنهم يكونون قدوة للأطفال وأنهم يقودونهم عن طريق استخدام شبكة العنكبوتية جريمة لا سابقة لها بحق الطفل عبر الإنترنت يقر ممثلو الأديان والعقائد ومسؤولون رسميون ولأنها مسألة تتعلق بمصير الإنسانية فتلك دعوة لبذل جهد عالمي مشترك ما زال ينتظر الجميع مصطفى السكحال الحرة أبو ظبي وتتبعنا أيضا في التاسعة بتوقيت جرينيج استئنف المعارك بين الحثيين وقوات التحالف بقيادة السعودية في الحديدة وبريطانيا توزع مشروع قرار على مجلس الأمن من أجل هدنة فورية في اليمن أهلا بكم في شأن اليمني أفادت وكالة ريترز للأنباء بأن المعارك استئنفت بين الحثيين وقوات التحالف بقيادة السعودية في الحديدة يأتي ذلك فيما وزعت بريطانيا مشروع قرار لعرضه أمام مجلس الأمن ينص على هدنة فورية في اليمن في وقت تتظافر الجهود الدولية لتحقيق تقدم على مسار حل الأزمة السياسية فيما يبدي طرفات صراع في الأزمة مرونة لافتة تمثلت بتأكيد الحكومة اليمنية مشاركتها في المشاورات التي دعا إليها المبعوث الدولي إلى اليمن مارتين جريفث في السويد الشهر المقبل تتبدد الغيوم في سماء الأزمة اليمنية باعا طرفها الأزمة يرحبان بدعوة المبعوث الدولي إلى اليمن مارتين جريفث لعقد جولة مشاورات في السويد والحوثيون يعلنون أنهم أوقفوا إطلاق الصواريخ على أراضي السعودية والإمارات العربية المتحدة في مبادرة رحب بها جريفث والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يؤكد دعمه الحل السياسي على أساس مقرارات الأمم المتحدة إن وقوفنا يجانب اليمن لم يكن خياراً أخياراً بل واجباً أقتضته نترة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان من ميليشيات الكلابية مدعومة من إيران وناك دعمنا للوصول إلى حل السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2116 والمبادرة الخريجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل إعلان الملك سلمان سبقه تعهد حوثي بالاستعداد لوقف شامل للنار إذا أبدأ الطرف الآخر رغبة بالسلام كل الظروف مهيئة في اللحظة الراهنة لحصول تقدم على المسار السياسي لحل الأزمة وكل المعطيات تشير إلى رغبة دولية فعلية في إنهاء هذه الحرب التي أدت إلى أكبر أزمة إنسانية في التاريخ الحديث إيران لم تعلم موقفها حيال هذا الملف وهي المتهمة بدعم الحوثيين وتزويدهم بالأسلحة لكن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يؤكد بحث الأزمة اليمنية مع المسؤولين الإيرانيين سعياً لإنهاء الصراع الذي يشكل أولوية بالنسبة للندن جبهة الحديدة هادئة بعد أسبيع من القتال العنيف والحدود مع السعودية لا تشهد عمليات قصف متبادل والجهود الدولية تتضاف ارتباعاً لإنهاء الأزمة وفي الأثناء ينعم اليمنيون المتقلون بالجوع والأمراض والموت المجاني ببعض الهدوء لكن نهاية الحرب لا تعني بأي حال من الأحوال نهاية المعاناة ما زال أمام الشعب اليمني نفق طويل من الأمراض والجوع والدمار يتوجب عليه السير فيه وليس مضموناً أن تضافر الجهود الدولية لإخراجه من هذا النفق إذا ما انتهت الحرب قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفطالي بينت أنه قرر سحب مطالبه الحزبية عقبة عهد رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو بتغيير المسار نحو القوة واستعادة هيبة الردع حسب تعبيره ومن جهتها اتهمت رئيسة المعارضة سيبي ليفني رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو ورئيس حزب البيت اليهودي نفطالي بينت ووزير الدفاع السابق أفكدون ليبرمان باستخدام أمن الدولة بشكل تهكمي لأغراض سياسية حزبية خلافاً للتوقعات لم يعلن وزير حزب البيت اليهودي نفطالي بينت وأييل تشاكيد استقالتهما من حكومة نتنياهو حزب البيت اليهودي طلب بسياسة أمنية أكثر صرامة مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب نتنياهو وأن اختباره سيكون بالأفعال وليس بالأطوال نحن نزيل في هذه اللحظة كل مطالبنا السياسية ونقف صفاً واحداً من أجل مساعدة نتنياهو في المهمة الكبيرة بأن تعود إسرائيل تنتصر من جديد من حولنا هناك حالة من عدم الاستقرار للشرق الأوسط قوانين خاصة به وللأسف دولة إسرائيل تعمل أيضاً بحسب قوانينها الخاصة السياسة الأمنية لدولة إسرائيل إذا كانت قائمة أصلاً توحي بالتردد نتنياهو كان قد أعلن توليه حقيبة الدفاع رافضاً بذلك تهديدات حزب البيت اليهودي بالانسحاب في حال لم تسند له هذه الوزارة وقال نتنياهو إن الوضع الأمني في بلاده حساس للغاية ولا يسمح بإجراء انتخابات نحن في أوج معركة لم تنتهي بعد وفي هذه الفترة الحساسة أمنياً فإن إسقاط الحكومة هو عمل غير مسؤول سواء قرر شركاؤنا إسقاط الحكومة أم لا من ناحيتها أعربت رئيسة المعارضة سيبي ليفني عن أسافها إذا استخدام مواضيع أمنية لمصالح شخصية حسب تعبيرها منذ سبعين عاماً إسرائيل تواجه تحديات أمنية يديرها رئيس الحكومة ووزير الدفاع إن توظيف الأمن لمصالح سياسية هو بطاقة حمراء من أجل إبعاد من يقوم بذلك من الحلبة السياسية حزب البيت اليهودي يحاول إظهار نفسه أكثر يمينياً وتزمتاً ولكن أقوال نتنياهو أن البلاد بصدد وضع أمني حساس اعتبرها مراقبون بأنها لي لذراع نفتال بنت وحزبه ما اضطره إلى البقاء في الاتلاف الذي يرتكز على قاعدة ضيقة يحيى قاسم الحرة القدس أقيم في العاصمة السورية دمشق حفل شعري تحت عنوان مبادرة نحو السلام بدعم من الأمم المتحدة وذلك في محاولة لرأب الصدع في البلاد التي تشهد سراعاً عسكرياً منذ سنوات الحفل تخلى له وصلاة زجل تحدثت عن السلام وتفعيل دور الفن بمفهومه الواسع في التصدي للحرب بعد سنين طوال من تسيد البندقية والمدفع للمشهد السوري ومزاحمة الدبابة العسكرية لهما ها هي القوة الناعمة تعود مرة أخرى حاملة غصن زيتون وملوحة بالسلام أنا السوري أنا بقشة فلادي رسمت النور ضشكي حتى تفرق قلوب الأعادي ففي أحدث محاولة من السوريين لنفض غبار الحرب عن بلادهم نظم حفل مبادرة نحو السلام الشعري بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق لإحياء فن الزجل ودعم شعراء المحليين وتفعيل دور الفن في التصدي للحرب لأول مرة رح يكون لعنا حفلة زجلية نحن نسميها مبارزة زجلية شعرية الغريب فيها أنه هي محورة هو السلام والسلام عادة أنه هو مبدأ توافقي ما فيه مبارزة بس اليوم رح نشوف أن المبارزة رح تودينا لأنه نفهم أكتر مبدأ السلام وقبل الآخر السعراء المشاركون أكدوا على أهمية مخاطبة شعرهم للقضايا التي تهم المواطن وتمسه أحد رسالات الزجل أو رسالة الشاعر هذا صح التعبير لأنه الشاعر مثل أي فن لازم يكون رسالة رسالة الشاعر هي يسلط الضوء على القضايا التي تهم الشعب التي تهم الناس يلمس الناس ما هو بالنهاية الشعر بالشعب الفن بأشكاله المتعددة وبنكهاته المختلفة كان دوما حاضرا على الساحة السياسية السورية فقد سبق للفنانة الراحلة ما إسكاف أن على صوتها في مواجهة الآلة العسكرية مشاركة في العديد من التظاهرات والفعاليات المدنية كما فعل ذلك أيضا رسام الكاريكاتور علي فرزات الذي سمح لريشته أن تتحدى العنف ساخرا مرات ومتهكما مرات ومعلنا ومصرحا مرات أن للفن سطوة وقوة تساوي أو تزيد على مفاعيل وقوة الرصاص أغلق سائقون فرنسيون مستودعات للوقود اليوم احتجاجا على الضرائب التي فرضتها الحكومة على الوقود وذكرت وسائل إعلام محلية أن طرقا في مواقع من مدينة فردن شمال شرقي البلاد إلى بوردو في الجنوب الغربي وقال مسؤول أمني أنه جرى اعتقال نحو ثلاثين شخصا خلال الليل بينما كانت الشرطة تحاول تفريق المحتجين الذين يطالبون بتجميد الضرائب وفي ختمة السيعة بتوقيت جرينج إليكم تذكيرا بالعنوين الحكومة في تونس المعارضة تتهم وزيرة الداخلية بالكذب وعدم الحياد حيال قضية ما يعرف بالغرفة السوداء الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر يبحث في بنغازي مع أيان قبائل وحكماء ونشطاء في الجفرة والسبهة أوضع الجنوب وتأمينه رئيس الحكومة الإسبانية في الرباط لبحث قضية الهجرة غير النظامية والإرهاب وإمكانية تنظيم مشترك لكأس العالم 2030 تبعتم أيضا استئناف المعارك بين الحثيين وقوات التحالف بقيادة السعودية في الحديدة وبريطانيا توزع مشروع قرار على مجلس الأمن من أجل هدنة فورية في اليمن ترقبون على سي الساعة للمزيد من التحليل حول المواضيع التي تابعتموها قبل قليل كما ننتظر تفاعلكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى بريدنا الإلكتروني إلى اللقاء